تقول في بعض الجلاد الإسلامية التي تعتمد في تحديد أوقات الصلاة في الحساب الفنكي والذي يقالب الرؤية البصرية قطة في مسألة الصلاة الفجر إذا شكت المصلون بأن الصلاة الصبح قد لا تؤتى في وقتها فهل عليهم التحرم أم أن المسؤولية على المؤذر لأنه ظاهر لا يكون عندكم شكوك لا يكون عندكم شكوك في الصلاة قلوا مع المسلمين والحمد لله اتركوا الوساعة والشكوك لأن في ناس يهوتون وزلالي الأمور قل مع المسلمين إذا قلوا قل معهم يفقيت ما يفقيت المسلمين